بالرباط أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد مبحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية سربيا أن بيرنابيتش التي تقوم بزيارة للمملكة وفي مستهل هذا اللقاء نوه السيد ولد الرشيد بهذه الزيارة البرلمانية مؤكدا على أنها تجسد متنة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية سربيا وترصخ البعد البرلمانية للشراكة بين البلدين الصديقين السيد ولد الرشيد استحضر في هذا السياق العمق التاريخي لعلاقة البلدين منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية سنة 1957 والرباط المتين للتعاون المبني على العمل المشترك والمصداقية والاحترام المتبادل مؤكدا أن هذه العلاقات سجلت تطورا نوعيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد نسادس بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالته لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع جمهورية سربيا في إطار تنويع الشراكات ومن جهتها أكدت السيدة بيرنابيتش على الرغبة الجدة في تقوية تعاون البرلمانية بين المؤسستين تشريعيتين وتكثيف التنصيق والتشاور من خلال تشجيع تبدل الزيارات والتجارب والخبرات في مختلف مجالات العمل البرلمانية وكل المبادرات المشتركة الرمية إلى توطيد العلاقات المؤسستية والارتقاء بها إلى مستوى شراكة منتجة